كله أدفع أدفع وهي بيكون ويتصاب عليه أتوقع كل واحد يحب الكريم يقول لك لا 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 أرى ما أحب هذا النوعين مطاعم في صفات ممكن تغطى على صفات تانية هل أنت مع أو ضد أن تعيش أو ترافج أحد بخيل؟ يعتمد حسب في صفات ممكن تغطى على صفات تانية فإذا ما كان البخ العاق في العلاقة مع الشخص الآخر ممكن أرافقه لكن إذا بدأ الموضوع يأثر على باقي الصفات التانية أو في صفات سيعة كثير والبخل كان واحد من الصفات فأكيد أنه ما حيكون من السهل أن الواحد يتعايش مع إنسان بخيل بد أن أعيش مع واحد بخيل لأن يمكن أن أعيش عيالي أحسن معيشها بس هو ما يبي يعيش يعني ما يبي يدفع فتشوف أنا روحي ندفع كله أدفع أدفع وهي بيكون ويتصاب عليه وضغوطات ومسؤوليات كبيرة فأحس صعب ممكن أن ترافجين أحد بخيل؟ مرافجة ممكن لأنه فينا هو رفيق يعني ما لي علاقة فيه يعني ما بيتفعليه وله بيتفعليه أنا ضدت بس زي ما قلت من أول أنه إذا أنا لسه ما حكون أعرف شخص بخيل إلا إذا أطلعت معه وروح تجيد فمعت طلعت بالسفر خصوصا مع السفر حتبدأ مثلا بعض الأشياء تتعطل عندي هنا لا لا ما يبغى هنا تعال نشتري من كده لا بلاش نروح مطعم مثلا يبغى مطعم مرتب يقول لك لا 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 أنا ما أحب هذا إننا معين مطاعم أنا أبغى مطاعم تكون سريعة يعني حيبطل كده في أشياء ما رح نسجم ولا رح نتفك سواء في سفرات في طلعات فمن دلنا حيسر الواحد خلاص شوية شوية يبعد وما يكمل هذه مصيبة بس الواحد ما يفضل إن يعيش مع أي أحد بخيل أبدا لأن إحنا العرب عندنا نقصد في الكريم ونحب الكريم فأتوقع كل واحد يحب الكريم أفضل من بخيله في العلاقة الزوجية لازم يكون الكل بيعطي بشكل متساوي والبخل خلينا نقول صفها شيئا أنه الواحد يتصف فيها في علاقة عائلية ولا أعتقد طراحة أنه ممكن يغفر لأحد في العائلة أنه يكون بخيله ترجمة نانسي قنقر